السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا انا ومراتي مطبخ وخياطة النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة واكلة جديدة اتمنى انها هتمال اعجابكم وتحوز على رضاكم وصفة النهاردة صنية الفراخ بالبطاطس في الفرن وحنبدأ نعمل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وحنبدأ على بركة اللي انقول هي المقادير عشان نعمل صنية الفراخ بالبطاطس في الفرن اول حاجة معانا فرختين هم متقطعين ومخصولين وانضاف اه معانا كيلو بطاطس معانا اربع تماطمائة مبشورين معانا اربع بصلات متقطعين جوانح التوابل ورقتين لورة ومعانا تلات فزو سطوم معانا كركم فلفلسود اه جسط الطيب وكمون كوبابا الصيني اول حاجة هنهرس التوم كده على الكوبابا الصيني زي ما انتم شايفين كده وحناخده ننزل بيه على الفراخ تمام كده هننزل بعد كده بالتماطم وبعد كده هنتخلطهم شوية في بعض كده زي ما انتم شايفين كده علشان الفراخ تاخد من التوابل وبعد كده هننزل عليهم بالبصل ونخلطهم كلهم مع بعض ونسيبهم شوية طبعا بعد ما سيبنا شوية شرابت من الخلطة هنيجي بعد كده ننولع البتجاز ونحطها على البتجاز زي ما هي كده لغاية ما تاخد لها غلوة دي الفراخ بعد ما غالت عشر دقايه هنبدأ بقى نحط لها البطاطس اهو البطاطس وحنحط لها الملح الفراخ هيت دلوقتي كده يعتبر استوت على البتجاز هناخدها بقى عشان نديها لون في الفرن ونديها طعم الفرن اهي البطاطس معنا اهي الفراخ بالبطاطس هنبدأ ننزل بقى في الصينية كده كلها كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر ندخلها الفرن تمام زي ما انتم شايفين كده هندخلها الفرن ونوريها لحضراتكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله دي استنية الفراخ بعد ما خرجت من الفرن اهي حاجة يعني طحفة وريحة ما اقول لكمش اتمنى ان هتنال اعجابكم وتحوز على رضاكم اي اسؤال او اي استفسار في صدق الوصف او في الرسائل ما تنسوش تعملوا لايك وشير واعجاب على القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم مننا كل جديد تحياتنا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة